بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزائي طلاب الصف الثاني متوسط في مادة المهارات الرقمية الفصل الدراسي الثالث سنكون معكم بإذن الله في هذا الدرس بدرس إنشاء فيلم الجزء الثالث تعلمنا في الدرس السابق عن إنشاء فيلم بواسطة برنامج لتحرير مقاطع الفيديو في الدرس السابق طبقنا مهارات عملية لإنشاء مقطع فيديو على افتراض أنك التقط مجموعة من الصور ولقطات الفيديو لمدينة الرياض قمنا بتحرير هذه اللقطات لإنشاء مقطع فيديو عن مدينة الرياض باستخدام برنامج تحرير الفيديو شو كت الواجهة الرئيسة لبرنامج شو كت عند بدء تشغيل البرنامج ستظهر أو ظهرت لنا هذه الواجهة الرئيسية كما في الشكل التالي هنا يظهر لنا مقياس التحكم بالصوت هنا نافذة المصدر سورس ويندو تعرض المقطع الحالي أو التسلسل الزمني وتعمل على مزامنة الفيديو هنا أزرار خاصة بتعديل مكان العمل وإضافة لوحات تتناسب مع طبيعة المشروع أيضا في القائمة العلوية شريط القوائم كذلك هنا لدينا بلاي لست قائمة التشغيل تعمل على تنظيم مقاطع الفيديو خلال عملك على المشروع أيضا هنا يحتوي شريط الأدوات قائمة التشغيل بلاي لست على جميع الأدوات المطلوبة لمعالجة ملفات المشروع كذلك في الجزء هذا موجود لدينا خصائص المقطع أو الانتقال الحالي كذلك مرشحات تصفية الفيديو والأصوات هنا في المخطط الزمني أو في التايم لاين تعرض أو تعرض جميع مسارات الفيديو في المشروع كما تحتوي على عناصر التحكم الرئيسة لكل مسار في النهاية هنا تظهر لنا المشاريع الأخيرة كذلك يعد تايم لاين المخطط الزمني أحد أهم لوحات التحكم في برنامج شوت كت في شريط المخطط الزمني والتايم لاين موجود عدد من الأيقونات نبدأ من الأيقونة الأولى على جهة اليمين استماع إلى الصوت عند سحب رأس التشغيل في الأيقونة التالية محاذاة المقطع أو محاذاة المقاطع على المسار الصحيح أيضا في الأيقونة التي تليها تقسيم المقطع عند النقطة الحالية من المؤشر كذلك في الأيقونة التي تليها لسق المواد المنسوخة والكتابة فوق أي مادة موجودة حاليا في هذا الموقع أيضا في الأيقونة التالية إزالة مقطع المسار المحدد حاليا ونسخه إلى الحافظة دون تغيير موضع أي مقاطع أخرى في هذا المسار أيضا في الأيقونة التي تليها حذف المقطع ونقل المقاطع إلى اليسار أيضا في الأيقونة التالية إضافة مقطع إلى نهاية المسار كذلك في الأيقونة التي تليها لسق المقطع منسوخ ونقل المقطع إلى اليمين أيضا في الأيقونة التي تليها نسخ المقطع المحدد كذلك في الأيقونة التالية قص المقطع المحدد وإزاحة المقاطع إلى اليسار أخيرا في الأيقونة الأخيرة عناصر القائمة بما في ذلك إضافة عناصر رئيسية أو مسارات جديدة يمكنك ترتيب مقاطع الفيديو عن طريق سحبها إلى المكان المناسب في لوحة المخطط الزمني التايم لين كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق تطبيق عملي سنستعرض من خلاله الواجهة الرئيسة لبرنامج شوت كات نفتح البرنامج من قائمة ابدا ثم نبحث عن برنامج شوت كات نضغط بزر الفارع العيسر سيقوم جهاز الحاسب بتشغيل البرنامج مباشرة ستظهر لنا النافذة أو الواجهة الرئيسة لبرنامج شوت كات ومن خلال هذه النافذة أو من خلال الواجهة الرئيسية للبرنامج نلاحظ وجود عدد من هنا في شريط القوائم أيضا في قائمة التشغيل بليليست أيضا استطيع اختيار التايم لاين فيلتر أيضا هنا هنا في نستطيع اختيار أو التعديل على ملاحظة الفيديو وسماع صوت الفيديو هنا في أدوات مخطط الزمنية والتايم لاين وهنا في استعراض أو عرض المشاريع الأخيرة هنا استعراض أو عرض المخطط الزمنية التايم لاين استعراض الملفات إلى المشروع بعد نقل الملفات من الكاميرا الخاصة بك إلى جهاز الحاسب تعرفنا على طريقة استيراد المقاطع إلى برنامج شوت كت لاستيراد الملفات إلى المشروع نضغط على فتح وبنفايل أو نختارها من قائمة ملف فايل نحدد بعد ذلك من القائمة أو من مربع الحوار الذي يظهر أو من علامة التوبيب التي تظهر نحدد الملفات التي نريد استيرادها على سبيل المثال الملفات من عينة رقم واحد إلى عينة رقم أربع نحدد جميع الملفات ومن ثم نضغط على فتح أو أوبن سيتم إضافة الملفات مباشرة إلى بلاي لست إلى قائمة التشغيل يمكنك أيضا سحب هذه الملفات وإفلاتها في منطقة قائمة التشغيل أيضا لإضافة الملفات إلى المخطط الزمني في البداية استوردنا الملفات من الكاميرا أو من جهاز الحاسب الخاص بنا إلى قائمة بلاي لست التي هي قائمة التشغيل الآن نريد استيراد أو إضافة هذه الملفات إلى قائمة المخطط الزمني التايم لاي نضغط ضغط مزدوج على الملف الذي نريد تحريره على سبيل المثال عينة 1.mp4 ومن الامتداد يتضح أنه ملف فيديو نضغط على زر الإلحاق من لوحة التحكم المخطط الزمني بعد الضغط على زر الإلحاق أو زر الموجب عيقونة الموجب الموجودة في لوحة التحكم المخطط الزمني سنلاحظ تغير مباشرة في المخطط الزمني التايم لاين نستطيع تحديد المخطط الذي تم اختياره أو تحديد المقطع الذي تم اختياره أيضا تكبير وتصغير اللوحة كذلك الخط الأبيض يشير إلى موضع التشغيل للإطار الذي نشاهده إذا أردنا إضافة صور ثابتة إلى المخطط الزمني التايم لاين نستورد الصور المراد استخدامها إلى البلاي لست قائمة التشغيل ومن ثم نقوم بإضافة هذه الصور إلى المخطط الزمني لاحظ أن مدة كل صورة هي أربع ثواني بشكل افتراضي تستطيع زيادة هذه المدة من المخطط الزمني أصبحت الآن الصور الثابتة جزءا من مشروع الفيديو ويمكنك تحرير هذه الصور إذا كنت ترغب بتغيير مدة عرض الصورة ضع مؤشر الفارع على الطرف الأيمن للصورة في المخطط الزمني واسحب يمينا أو يسارا لتغيير مدة العرض التي تأتي بشكل افتراضي أربع ثواني قد تجد نفسك استورت بعض الملفات للمخطط الزمني ثم تبين بعد ذلك عدم حاجتك لهذه الملفات أو عدم مناسبتها لفكرة المشروع تستطيع حذف مقطع صورة من المخطط الزمني كما تعلمنا ذلك في الدرس السابق أولا نحدد الملف الذي نريد حذفه بعد ذلك بزر أو من خلال زر الحذف من شريط المخطط الزمني أو أيقونة علامة الناقص سيتم حذف المحدد مباشر تطبيق عملي لبرنامج شوت كت بعد فتح البرنامج قائمة ابدا نستطيع استيراد الملفات عن طريق open file أو عن طريق قائمة file وبعد ذلك open file نحدد الملفات التي نريد إدراجها إلى البرنامج ثم نضغط open وستدرج مباشرة إلى قائمة play list بعد ذلك نستطيع إدراج الملف الذي نريد إلى المخطط الزمني وذلك بالضغط على الملف أو الصورة ومن ثم في شريط أدوات تحكم المخطط الزمني نختار علامة الإضافة لعلامة الزائد نختار الملفات التي نريد من قائمة play list وبعد ذلك من شريط أدوات تحكم بعد الضغط بزر الفارع الأيصى نقرم مزدوج على الملف في قائمة play list نضغط على علامة الزائد في أدوات تحكم المخطط الزمني وسيتم إضافة الصورة أو المقطع الفيديو مباشرة إلى التايم لاين لا ننسى أن مدة الوقت الافتراضي لكل صورة هو أربع ثواني تستطيع زيادة الوقت من خلال الطرف الأيمن للصورة وتمديد أو تقصير إذا أردنا حذف أي مقطع أو صورة من التايم لاين نحدد على الصورة ومن ثم من علامة الناقص في أدوات تحكم المخطط الزمني سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله تحرير الصور الرقمية هل سبق أن قمت بتعديلات على الصور قمتها أو التقطتها أو مقاطع فيديو صورتها يوجد في برنامج شوت كات العديد من المرشحات المتاحة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو يستخدم بعضها لموازنة اللون الأبيض ولتدرج الألوان ولتغيير التعرض الضوئي وغيرها أولا موازنة اللون الأبيض تعني موازنة اللون الأبيض بأنه يتم ضبط الألوان لتبدو الصورة طبيعية بشكل مثالي لإضافة مرشح موازنة اللون الأبيض من المخطط الزمني نضغط على الصورة الثابتة للفيديو الذي نريد تطبيق موازنة اللون الأبيض White Balance فيه على سبيل المثال عينة 2 صورة عينة 2 من علامة التوبيب Filters مرشحات التصفية نضغط على زر Add a Filter اللي هو إضافة مرشح إذن في البداية نحدد على الصورة في المخطط الزمني بعد ذلك نضغط على Filters مصفيات أو مرشحات ثم نضغط على Add a Filter إضافة مرشح نضغط على زر فيديو ثم نضغط على نبحث عن مرشح White Balance وموازنة اللون الأبيض ونضغط على المرشح بعد ذلك منحق Natural Color اللون المحايد نضغط على Color Biker اللي هي علامة أو ملتقط اللون ثم نضغط على الصورة الأكثر بياضا في المقطع على سبيل المثال نافورة أو مياه النوافير سيتم تطبيق المرشح White Balance موازنة اللون على الصورة المحددة تطبيق عملي على إضافة مرشح موازنة اللون الأبيض بعد فتح البرنامج ومن الصور الموجودة في Timeline في المخطط الزمني بعد تحديدها نضغط على Filters ومن ثم إضافة Filter أو Add a Filter ونضغط على Video بعد ذلك نبحث عن White Balance مرشح موازنة اللون الأبيض بعد الضغط على White Balance نلاحظ ظهور علامة التبويب نختار ملتقط اللون ومن ثم نذهب للصورة ونختار النقطة الأكثر بياضا في الصورة ونضغط على بزر الفارع الأيسر على أكثر نقطة بياضا في الصورة وسيتم تطبيق مرشح موازنة اللون الأبيض على الصورة تدرج الألوان تصنيف الألوان هو عملية التلاعب بلون وتباين الصورة أو الفيديو لتحقيق مظهر أسلوب يختلف تدرج الألوان عن تصحيح الألوان والذي يجعل صورك تبدو تماما كما تظهر في الحياة الواقعية بينما ينشئ تدرج الألوان تدرجا بصري لإضافة مرشح التدرج اللوني Color Green من المخطط الزمني أضغط على الصورة الثابتة للفيديو الذي تريد تطبيق مرشح التدرج اللوني عليه على سبيل المثال عين 3.jpg بعد ذلك من قائمة عرض قائمة View نضغط على Scopes النطاقات بعد ذلك نضغط على Video Wave Form شكل الفيديو الموجي بعد الضغط على شكل الفيديو الموجي تسمح لك لوحة Video Wave Form بتحليل سطوع المقاطع وقياس التباين بفاعلية على الجانب الأيمن من المخطط الزمن من علامة تويب Filter المرشحات نضغط على Add a Filter إضافة مرشح بعد ذلك نضغط على Video أيضا ثم نضغط على Color Grading تدريج الألوان أو تدريج الألوان بعد ذلك نضبط Shadows الضلال والMid Tones الدرجات اللونية النصفية والHigh Lights النقاط البارزة بسحب كل شريط تمريد بحيث يصل الجزء العلوي من شكل الموجة البيضاء في لوحة Video Wave Form الذي هو شكل الفيديو الموجي إلى النقطة أو إلى القيمة 100 بهذا الشكل تطبيق عملي على إضافة مرشح التدرج اللوني Color Green بعد فتح برنامج Shotcut وإضافة أو دراج الصور التي نريد عمل التدرج اللوني لها وإضافة نستطيع من Scope نختار Video Wave Form نلاحظ ظهور تدرج اللوني نضيف هذه الصورة ضغط على Filter Filters المرشحات ومن ثم Add a Filter إضافة Filter بعد ذلك نبحث عن مرشحة التدرج اللوني Color Green بعد أختياره ستظهر لنا قائمة Shadows Mate Tones والHighlights ونقوم بتغيير القيم حتى نصل إلى مرشحة التدرج اللوني الذي نريد تطبيقه المرشح الآخر مرشح البني الداكن CPI Tone CPI Tone مرشح البني الداكن هو أحد المرشحات الأكثر استخداما أثناء تحرير الصور يضيف تأثير البني الداكن تأثيرا بنيا دافئا إلى الصور باستخدام هذا المرشح يتم استخدام أو تحسين الصور بإظهار مظهر دافئ ذو تأثير هادي على العين لإضافة مرشح البني الداكن من المخطط الزمني Timeline نضغط على الصورة الثابتة للفيديو الذي نريد تطبيق مرشح التدرج اللوني عليه على سبيل المثال عينة 4.jpg الصورة عينة 4 من علامة تبوي Filters Filters المرشحات نضغط على Add Filter إضافة مرشح اضغط على Video بعد ذلك بعد الضغط على Video نذهب ونبحث عن CPTone مرشح البني الداكن ونضغط على هذا المرشح سيتم تطبيق المرشح بالإعدادات الافتراضية على الصورة الثابتة المحددة للفيديو كما نلاحظ تطبيق تطبيق عملي على إضافة مرشح البني الداكن CPTone بعد تحديد الصورة المراد إضافة المرشح البني الداكن عليها ثم من على Filters نختار Add Filter بعد ذلك إضافة Add Filter إضافة Filter نبحث عن مرشح CPTone مجرد الضغط على هذا المرشح نبحث بمجموعة من المرشحات نلاحظ سيقوم بتغيير أو بإضافة تأثير البني الداكن مباشرة إلى الصورة بعد الضغط على مرشح CPTone قام بتطبيق الإعدادات الافتراضية بشكل مباشر نصل إلى تقويم الدرس ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أولا في برنامج تحرير الفيديو المختصر يمكنك استخدام مرشح البني الداكن للحصول على صورة بدون ألوان هل عبارة صحيحة أو خاطئة أحسنت عبارة خاطئة لا يختلف تدرج الألوان عن تصحيح الألوان أحسنت الإجابة أيضا خاطئة حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي يمكنك عرض الصور باستخدام صور مايكروسوفت أحسنت جابة صحيحة عند استيراد الملفات في برنامج الشوتكت يتم إضافتها إلى التايم لائن مباشرة مخطط الزمن أحسنت الإجابة خاطئة تسمى النافذة التي تحتوي على معاينة الفيديو سورس ويندو نافذة المصدر أحسنت الإجابة صحيحة لا يمكنك حذف مقطع من المخطط الزمن أحسنت إجابة خاطئة أو العبارة خاطئة يضبط مرشع موازنة اللون الأبيض ويت بلنس الألوان لتبدو الصورة أكثر طبيعية أحسنت الإجابة صحيحة تعلمنا في هذا الدرس تكلمنا عن تحرير الصور الرقمية شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته